اشتركوا في القناة إلى أن القطاع الخاص في مملكة البحرين دأوب على التفاعل مع جامعة البحرين في كل مفاصل العمل فيها ولم يتأخر عن دعمها في شتى المجالات من جانبه أكد عميد البحث العلمي في الجامعة دكتور محمد رضا أن الجامعة تعمل على إشراك القطاع الخاص في إجراء الدراسات البحثية لما لذلك من نتائج إيجابية تسهم في تقدم جامعة البحرين في التصنيفات العالمية وإيجاد الحلول المحلية لبعض القضايا في القطاعات المهنية والتخصصية إلى ذلك ألقى رئيس مجموعة الكوهجي عبدالله الكوهجي كلمة الشركاء والتي أكد فيها أن جامعة البحرين بيت خبرة وطني وما يستلزم وضع الاستراتيجيات المناسبة لتجديد الانطلاق للآفاق الرحبة تلبية لنداء الوطن من أجل التمييز والابتكار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر